اشتركوا في القناة ونور الله لا يهدى لعاصي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله سبحانه وتعالى لا يهدى لعاصي عندما نتسفح الهاتف وتأتي صورة مخلة بالأدب نقذفها نرميها نبعدها لن ننظر إليها ننظر في ماذا ننظر ماذا سوف نرى يا هل ترى ما الذي يوجد داخل بطن الإنسان بطن الإنسان إلى القذارة فماذا سوف نرى ما يعني الجميل الذي سوف نرى حاشا وجهكم الكريم هذه المسائل هذه الصور التي تأتي غفلة أو نكون نتسفح في الإنستجرام أو الفيسبوك أو يعني بالصدفة عن طريق الصدفة المحدة فأدير وجهي وأبعد تلك الصورة التي لا تبشر بخير ما كان جزاء سيدنا آدم عندما عصى ربه وأكل من تلك الشجرة هو وزوجته سيد أمنا حواء وأبونا آدم ما كان الجزاء كان الجزاء هو أننا هبطنا إلى الأرض واستقر مآلنا ومقرنا في الأرض هذا أي ذنب أي معصية يرتكبها الإنسان في حق نفسه فالله سبحانه وتعالى هو مترفع ولا يريد منا شيئا حتى الصلاة وحتى الزكاة وحتى الصوم وحتى الحج يا ترى ماذا سوف نعطي الله سبحانه وتعالى ما الذي ينتظر الله سبحانه وتعالى منا الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين مترفع عن العالمين قدوس جميل حليم نور رحمن رحيم كريم ويغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن أخطائنا يعني ولا يحاسبنا فلماذا لماذا نقلل احترامنا مع الله سبحانه وتعالى ونقلل احترام أنفسنا أمام أنفسنا بالنظر إلى هذه الأمور التي ليس فقط في أي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى أي شيء يخلي بالآداب يخلي بالأخلاق الإنسانية الأخلاق الإنسانية قبل أن تكون الأخلاق الدينية فهو لن ينفعنا في شيء بل على العكس سوف يضرنا فأرجوكم إخوة كراما وأخوات كريمة أن تنقوا أنفسكم وأنا أولكم أني لا أطلب منكم شيئا لا أطلبه أو أمر به نفسي أولا الله سبحانه وتعالى قال كذلك ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه صدق الله العظيم تلك النفس الأمارة بالسوء وفي سورة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكل من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فضل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أن يدخل إلى السجن وأن يمكث في السجن وأن لا ينعم بالأسرة الناعمة والحسنوات لأنه كان جميلا كان جميلا خلقا وأخلاقا يقال أن نصف جمال العالم وضعه الله سبحانه وتعالى في ذلك الإنسان في ذلك النبي في ذلك الرسول العظيم الذي امتز بالصدق يوسف الصديق الذي لم يخن العهد والذي لم يغضب ربه أبدا ولم يردخ لمغريات زليخة وهي زوجة العزيز البودفار يعني كبير مصر وعزيز مصر فماذا كان جزاء هذا الرجل بعدما نكل به وبعدما شرب المر في السجن ونعلم جميعا السجن وعذاب السجن والسجناء الذين يكونون في السجن بعضهم يعني ليس ليس على أخلاق ويعامل آخرين معامل فضى إلى آخره الله سبحانه نجانا الله ونجاكم من الدخول إلى السجن فأردت لا نزكي أنفسنا وأنا أول المخطئين أنا لا أزكي نفسي لا أمام الله سبحانه وتعالى ولا أمامكم ولا أمام أي أحد ونرجو من الله سبحانه وتعالى تجاوز عننا إنما إذا أردنا العفو والرضا يجب علينا أن نرضي الله في تصرفتنا